بسم الله الرحمن الرحيم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى علَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَاذُ مِرَّةِ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِلُفُقِ لَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ أَوَدْنَا فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُوتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنَا آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَايْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ لُخْرَاءَ لَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ لُنُثَى تلك إذا قسمة ضيزا إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهول أنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ لَآخِرَةُ وَلُولَا وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَاذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَيَ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية لنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا شأكم من الأرض وإذا تمو أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرايت الذي تولى وأعطى قليلا وأكداء عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء لوفا وأن إلى ربك المتها وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر ولوثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة لخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا لولا وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والموت فكت أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا